ما من يوم يمر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلا وصحبت أنباء عن توغل جديد للقوة الروسية في العبق الأوكراني فمن جهة الجنوب أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدينتي ماريو بول وخيرسون باتتا تحت السيطرة الكاملة لقوتها بعد تدمير كل نقاط إطلاق النار الأوكرانية في ماريو بول التي خلفت الاشتباكات فيها خلال الأربع والعشرين ساعات الماضية مقتل سبعة عشر من القوة الخاصة الروسية وتدمير ست آلية عسكرية وفق وصارة الداخلية الأوكرانية في وقت أدى سقوط ساروخ من طراز التوشكا وسط مدينة الدونيسكا إلى مقتل عشرين شخصا بينهم أطفال العاصمة كييف هي الأخرى كان لها نصيب وفير من الاشتباكات والمعارك الطاهنة حيث أعلنت إدارة المدينة أن القوة الروسية قصفت مجمع أنتونوف لصناعة الطائرات شمال غرب العاصمة فضلا عن معارك تشهدها مدينة إيربيين الواقعة على بعد أقل من ثلاثين كيلومتر غرب كييف التي تفند سلطاتها أنباء محاصرتها من طرف الجيش الروسي في وقت لا تستبعد موسكو إمكانية السيطرة الكاملة على المدن الكبرى لأوكرانيا بما فيها العاصمة وزارة الدفاع مع ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان المدنيين لا تستبعد إمكانية بسط سيطرة قواتها بشكل كامل على المدن الكبيرة التي أصبحت اليوم مطوقة عمليا باستثناء المناطق المستخدمة لعمليات الإجلاء الإنسانية ومع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا تستمر فاتورة الحرب في الارتفاع الأمم المتحدة أعلنت أن تسعة عشر يوما من الحرب خلفت مقتل أزيد من ستمائة وثلاثين مدنيا فضلا عن أزمة لجوء بفرار أكثر من اثنين فاصل ستة مليون شخص من أوكرانيا نحو دول جوار بما فيها روسيا ترجمة نانسي قنقر